نظرية التطور نظرية معقدة جدا ولا تفهموا تفاصيلها بسهولة وهي بحاجة إلى متخصص يحدثكم عن كل ما تحدثت عنه وعن كل ما تناولته أنا لست متخصصا في هذا المجال إنما أجيب على جهة تخصصي لأن السؤال فيه جنبة ترتبط بمعارف الكتاب والعترة وهذا هو مجال تخصصي أما ما سأحدثكم عنه بخصوص نظرية التطور فهذا مرده إلى ثقافة العامة سأحدثكم حول النظرية ولن أدخل في دقائق تفاصيلها فهذا ليس من شأني أهم نظريتين في زماننا أهم نظريتين يكثر الحديث عنهما وألفت حولهما الكتب الكثيرة وما بين مؤيد ومعارض نظرية التطور ونظرية الانفجار الكبير والتي يحلو للبعض أن يترجمها القرقعة الكبيرة القرقعة العظيمة ذا بيك بانك الانفجار العظيم هاتان النظريتان في زماننا هما أكثر النظريات العلمية التي تدرس والتي تعرض في الجامعات وفي وسائل الإعلام وتقام الندوات والنقاشات والاختلافات بخصوصها وهاتان النظريتان ترتبطان ببعضهما في جهة من الجهات في جهة تسلسل أحداث هذا التكوين من لحظة الانفجار مرورا بالمراحل التي حصلت بعد الانفجار الكبير انتهاءا بالدخول إلى تولد الحياة وبعد ذلك ما صار من تطور في نشأة الكائنات هناك ترابط فيما بين نظرية الانفجار الكبير ونظرية التطور لكن حديثنا في هذه الحلقة عن نظرية التطور الموقف من نظرية التطور الذين يؤيدونها ويدافعون عنها دفاعا مستميتا هم الملحدون الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود اله بوجود خالق يدافعون دفاعا مستميتا عن نظرية التطور لأنهم يرجعون عملية الخلق إلى الصدفة هكذا نشأ الكون وهكذا نشأت الكائنات الملحدون الملحدون يؤمنون بنظرية التطور إيمانا كاملا وكذلك اللا أدريون اللا أدريون وهم الذين يقولون نحن لا ندري هل هناك إله أم ليس هناك من إله اللا أدريون إذن الملحدون واللا أدريون يستميتون إلى أبعد الحدود في الدفاع عن نظرية التطور المجموعة الثانية التي ترفض نظرية التطور رفضا كاملا إنهم الدينيون الذين يعتقدون بوجود إله بوجود خالق وقد خلق الأشياء كلها وخلق كل مخلوق على حدة ما يسمى بالخلق الخاص فقد خلق الإنسان على حدة وخلق القرد على حدة وهكذا هؤلاء هم الدينيون وأول من رفض نظرية التطور هم علماء الدين اليهودي اليهود المتدينون هم الذين رفضوا نظرية التطور في الولايات المتحدة الأمريكية الكليات والمعاهد والمدارس اليهودية التي تتبنى الدين اليهودي لا تدرس نظرية التطور فيها وكذلك علماء الدين المسيحي ولما علم المسلمون بها أيضا اصطفوا إلى جانب اليهود والنصارى في رفض نظرية التطور هذه المجموعة الثانية المجموعة الدينية الدينيون من اليهود والنصارى والمسلمين وربما من الأديان الأخرى أيضا الذين يؤمنون بوجود خالق خلق المخلوقات بطريقة الخلق الخاص خلق كل مخلوق على حدة ولا يوجد هناك تطور من أن يتحول نوع من المخلوقات إلى نوع جديد إذن المجموعة الأولى وهم الملحدون واللا أدريون يؤمنون بنظرية التطور إيمانا كاملا ويدافعون عنها دفاعا مستميتا وبالمناسبة دارون في آخر أمره صار لا أدريا وهذا هو المعروف عنه سأمر على ذكر دارون سأحدثكم شيئا يسيرا عنه المجموعة الثانية وهي التي ترفض النظرية بكاملها جملة وتفصيلا مجموعة الدينيين هناك مجموعة من العلماء المعاصرين من العلماء الأكاديميين الذين يعرفون بأنهم أنصار التصميم الذكي هذا تعبير معاصر لما كان معروفا بدليل النظم في كتب علم الكلام في كتب الفلسفة عند المسلمين ما يسمى بدليل النظم وهو الانتظام والنظام الدقيق في بناء هذا الكون وخلقته هناك نظام دقيق نظام صالح وليس هناك من فساد أو فوضى هناك نظام منضبط هذا هو الذي يستدل به على أن خالقا هو الذي أوجد هذا النظام فلا يمكن أن يوجد هذا النظام وهذا النظم من دون منظم قد نظمه ما يسمى بدليل النظم العلماء الأكاديميون المعاصرون هناك منهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في البلاد الأوروبية هناك هناك منهم من يقال لهم إنهم أنصار التصميم الذكي يقولون من أن الكون قد صمم تصميما ذكيا فلابد من مصمم ذكي هؤلاء على مجموعتين مجموعة تؤمن بإيمان الدينيين من أن نظرية التطور باطلة جملة وتفصيل ومن أن الكون قد صممه مصمم ذكي في غاية الدقة والإتقان وقد خلق الأشياء خلق كل شيء على حدة وهناك مجموعة ثانية من أنصار التصميم الذكي يعتقدون بوجود إله ووجود خالق لكنهم يقولون بصحة نظرية التطور يقولون من أن المصمم الذكي الذي صمم الكون أجرى عملية الخلق عبر قوانين التطور فهم لا ينكرون الإله ولا ينكرون الخالق ويقولون بوجود الإله وبوجود الخالق ويرفضون مسألة الصدفة ويقولون من أن المصمم الذكي قد صمم كل شيء وبقدرة فائقة لكنه أجرى ذلك عبر منظومة قوانين التطور ومن هنا فإن نظرية التطور ستكون صحيحة لكنها لا بد أن تكون تحت سلطة الخالق إذن هناك من يؤمن بها بعيدا عن سلطة الخالق وهم الملحدون واللا أدريون وهناك من يرفضها رفضا قاطعا وهم الدينيون وهناك ممن يقال لهم أنصار التصميم الذكي يؤمنون كإيمان الدينيين يرفضون نظرية التطور رفضا كاملا ويؤمنون في مسألة أن الخالق قد خلق كل شيء وخلق كل مخلوق على حدة إنه الخلق الخاص وهناك مجموعة أخرى يؤمنون بالمصمم الذكي بالإله والخالق ومن أن كل شيء تحت سلطته لكنه هو بحكمته بتصميمه الذكي جعل الخلائق تخلق وفقا لقوانين التطور مشكلة في البين المشكلة التي في البين هي مشكلة رجال الدين رجال الدين من اليهود من النصارى من المسلمين من السنة أو الشيعة يناقشون النظرية نقاشا جاهلا العلماء الأكاديميون من أنصار التصميم الذكي الذين يرفضون النظرية يناقشونها نقاشا علميا بحسب العلوم المعاصرة ولذا نقاشهم يأتي مقنعا للذين يختنعون به وحينما يتحدثون عن نظرية التطور إنهم يتحدثون عنها بفهم وبعلم وبدقة هم يرفضونها لكنهم يعرفون تفاصيلها ويناقشون أدلتها أدلتها التفصيلية أما رجال الدين لا يفهمون نظرية التطور ويناقشونها وكأنها مسألة كلامية هذا الأمر يجري عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين ولذا حينما يقرأ المتخصصون الأكاديميون كتب رجال الدين أو يستمعون إلى أحاديثهم يسخرون منهم لأنهم يتحدثون عن شيء لا وجود له نظرية التطور التي يتحدثون عنها هي شيء آخر هذه مشكلة موجودة في أجواء رجال الدين على سبيل المثال على سبيل المثال من مراجع الشيعة محمد الشيرازي يناقش يناقش نظرية التطور في كتبه يناقشها بنحو سخيف جدا وبنحو مضحك في مرة من المرات التقيت بمجموعة من شباب شيعة من شباب جامعيين وكانوا يسألون عن نظرية التطور ولقد قرأوا ما كتبه الشيرازي فكانوا يذكرون كلامه ويسخرون منه إلى حد كبير وهم محقون في ذلك إذا ما ذهبتم إلى الموقع الألكتروني الرسمي للسيستاني حيث الإجابات على أسئلة السائلين فهناك من يسأل عن نظرية التطور وهم يجيبون الذين يجيبون في موقع السيستاني يجيبون بإجابات يمكنني أن أقول عنها من أنها مسخرة من أنها مسخرة بتمام معنى هذه الكلمة وهذا الأمر ليس منحصرا بعلماء الشيعة هو هو عند علماء السنة وهو هو عند علماء النصارى وعند علماء اليهود في كتب ألفوها أو في ندوات عقدوها أو في مناقشات وجدالات أداروها أو 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 وفي الجو الشيعي كثيرون تحدثوا في هذا الموضوع لكنني أخذت هذين المثالين من اتجاهين متعاكسين متضاربين محمد الشيرازي في بعض كتبه والسيستاني على الموقع الألكتروني الرسمي حيث يجيب المجيبون على أسئلة السائلين وفقا للمنهج السيستاني مسخرة بتمام معنى الكلمة هذه قضية واضحة وتتجلى في أجواء رجال الدين الجهل المركب الذي يهيمن على رجال الدين وعلى مراجع النجف وكربلة جهل مركب فضيع وفاضح ولكنهم يبقون سادرين في جهلهم المركب هم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون وبسبب بسبب القداسة المزيفة فإن الناس تأخذ جهلهم على أنه علم وهم يتقيأون قذارات جهلهم ويتصورون أنهم قد فتحوا الفتوح الجهل المركب والقداسة المزيفة هي التي قتلت مراجع الشيعة وقتلت الشيعة هناك جهل مركب فضيع وفاضح ومقرف إلى أبعد الحدود وهناك قداسة مزيفة وهذه القداسة المزيفة آثارها وسيئاتها وقبائحها تنعكس على المراجع أنفسهم فهم يتصورون بما أنهم مقدسون وبما أن جهلهم مركب يتصورون أنهم حينما يتكلمون يتكلمون ذهبا مصفة والأتباع هكذا يعتقدون وما بين هذا وهذا تضيع الحقائق وهكذا ضاع دين العترة الطاهرة وهكذا ضل المراجع أتحدث عن مراجع المذهب الطوسي اللعين هكذا ضل المراجع وهكذا أضل الشيعة معهم وصار أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحاب نذهب إلى فاصل إضافة إلى جهلهم المركب أتحدث عن مراجع المذهب الطوسي بشكل خاص وعن رجال الديني في الأديان الأخرى بشكل عام إضافة إلى جهلهم المركب وإلى القداسة المزيفة فإنهم حينما يتناولون موضوعا ليس من اختصاصهم لا يعودون إلى المصادر الأصلية وإنما يأخذون عن الوساء الأخذ عن الوساء في موضوع مهم وليس وليس من اختصاصهم يجعلهم حينما يتحدثون يتحدثون في جهة بعيدة عن أصل الموضوع وهذا هو الموجود على أرض الواقع الذين يتحدثون على المنابر يتحدثون بهذه الطريقة والذين يجيبون على الأسئلة في الفضائيات يتحدثون بهذه الطريقة والذين ألفوا كتبا بخصوص هذا الموضوع من رجال الدين بنفس هذا الأسلوب وهكذا فهم لا يعودون إلى المصادر الأصلية حينما أقول هذا الكلام أقوله عن تتبع وعن دراية لا يعودون إلى المصادر الأصلية ويناقشون الموضوع بطريقة كلامية وكأن نظرية التطور موضوع كلامي هذا موضوع مختبري لا علاقة له بعلم الكلام علم الكلام أساسا هو علم شيطاني مراجع النجف وكربلاء لماذا عقائدهم مخالفة لمنهج العترة الطاهرة لماذا لأنهم يعتمدون علم الكلام في استنباط عقائدهم علم الكلام علم شيطاني نشأ في أوساط أعداء العترة الطاهرة نشأ وتأسس في أوساط نواصب سقيفة بني ساعد نواصب سقيفة بني ساعد تشققت مساربهم واختلف طرائقهم في مجموعات من هذه المجموعات نشأ علم الكلام وبما أن علم الكلام نشأ في هذه الأجواء سيكون مدعوما ومؤيدا من قبل الحكومات فانتشر هذا العلم وانتشر هذا الأسلوب إمامنا الصادق وجه بعض أصحابه أن ينخرط في هذا الاتجاه لا لأجل أن علم الكلام علم صحيح ولا لأجل أن هؤلاء من صحابة الإمام الصادق يتعلمون هذا العلم يمارسونه كي ينتفعوا منه لأمر دينه لكنها ثقافة عامة وصارت ثقافة رسمية وصار الجدال والنقاش في هذه الأجواء الكلامية عملية إعلامية عملية دفاعية هذا هو الذي قصده إمامنا الصادق وإلا فإن أئمتنا يلعنون علم الكلام ويرفضون النتائج التي يتوصل إليها الكلاميون ويرفضون الكلاميين جملة وتفصيل ما الذي حدث في الأجواء الدينية الشيعية لأن الأجواء طوسية والطوس شافعي معتزلي والذين سبقوه أيضا كانوا على المنهج المعتزلي فصارت الدراسة العقائدية عند الطوسيين دراسة كلامية إلى هذه اللحظة عقائد حوزة النجف عقائد كلامية والعقائد الكلامية عقائد ضالة بعيدة عن منهج العترة الطاهرة ولذا وفقا لعلم الكلام جاءونا بأصول الدين الخمسة وبعد ذلك قسموها إلى أصول الدين وأصول المذهب في معارف العترة الطاهرة الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم وانتهينا من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد فرع ومن وحده قبل عنكم هم الأصل لأن التوحيد فكرة عن الله التوحيد ما هو الله تذكر هذه القضية التوحيد فرع التوحيد تفعيل فكرة الله ما هو بتفعيل الله فاعل التوحيد تفعيل هذا موضوع كبير تحدثت عنه كثيرا لكنني ضربته هنا مثالا كيف أن علم الكلام علم شيطاني صرف علم إبليسي كامل هم خائبون في مناقشة عقائدهم وفقا لعلم الكلام يناقشون نظرية التطور التي هي موضوع مختبري يناقشون نظرية التطور وفقا للأسلوب الكلامي مسخرة مسخرة هؤلاء والأكثر مسخرة أتباعهم أتباعهم الذين الذين يعتبرون هم حينما يتحدثون في هذا الموضوع قد فتح الفتوح والله والله مسخرة مسخرة على مستوى الكبار والقادة والمراجع والزعمة مسخرة على مستوى الصغار والقواعد والأتباع مسخرة على مستوى الفكر والدين والمعلومات مسخرة في جميع الاتجاهات على أي حال سأنتقل بكم إلى نقطة أخرى بعد هذا البيان وهذا التوضيح سأنتقل بكم إلى داروين نفسه هو عالم أحيائي وأساساً كان طبيباً ملماً بالثقافة العلمية المعاصرة في زمانه إنه عالم إنجليزي بريطاني ولد سنة ألف وثمانمية وتسعة توفي حينما بلغ سنه السنة الثالثة والسبعين من عمره توفي سنة ألف وثمانمية واثنين وثمانين ميلادي ولادته ألف وثمانمية وتسعة ووفاته ألف وثمانمية واثنين وثمانين ميلادي ولد في عائلة مسيحية موحدة هناك مسيحيون لا يعتقدون بالثالوث المقدس وإنما يعتقدون بإله واحد قلة في المسيحيين داروين ولد في عائلة تدين بهذه الديانة عائلته من جهة أبيه يدينون بالديانة المسيحية التوحيدية وعائلته من جهة أمه يدينون بنفس هذه الديانة لكنه لم يكن متدينا شيئا فشيئا أخذ ينفر من الدين حتى صار لا أدريا فهو من المجموعة اللا أدريا ما ذكره في آخر كتابه هذا هو كتابه أصل الأنواع هذا المصدر الأصل لداروين حيث كتب نظريته نظرية التطور أصل الأنواع لداروين إنها نظرية التطور هذه الطبعة طبعة مكتبة نافذة في آخر سطور من الكتاب في السطور الأخيرة من الكتاب يقول إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة في هذه النظرة عن الحياة التي تحدث بها في كتابه يشير إلى مضمون نظرية التطور إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديد التي نفخها الخالق لأول مرة في عدد قليل من الصور أو في صورة واحدة وإنه لبينما ظل هذا الكوكب يدور طبقا لقوانين الجاذبية الثابتة كانت وما زالت تتطور من مثل تلك البداية البسيطة صور لا نهائية من الحياة غاية في الجمال وغاية في العجب هذه الجمل تشير إلى إيمان بخالق لكن الحقيقة ليست كذلك لأن دارون كتب هذا الكلام لأجل أن يدفع ضررا سيلحق به من الأصوات الرافضة لنظريته دارون استعجل في طرح نظريته ولم يكن راغبا في طرحها هو نفسه يتحدث عن هذا الموضوع ويقول من أن النظرية هذه بحاجة إلى بحث طويل سافر دارون في بعثة علمية على متن سفينة ملكية الحكومة البريطانية هي التي وفرت الإمكانات لتلك السفينة ولتلك السفرة قضى دارون خمس سنوات في تلك السفرة العلمية باحثا حول هذا الموضوع حكايته طويلة لكنه يعترف من أن المدة التي قضاها في تلك السفرة العلمية لم تكن كافية وبعد أن رجع إلى بريطانيا وعاد إلى موطنه استمر في البحث لكنه فوجئ بأن عالما أحيائيا من العلماء البريطانيين يبحث في نفس الموضوع الفرد والاس كان يبحث في نفس الموضوع فخاف دارون أن يسبقه في نشر أبحاثه فسارع إلى نشر نظريته في هذا الكتاب الذي عنوانه أصل الأنواع المراد من الأنواع إنها أنواع الكائنات الحية من الحيوانات والنباتات نظرية التطور ليست خاصة بالحيوانات إنها شاملة للتطور في الحيوانات والنباتات وهذا واضح إذا ما نظرنا إلى شجرة الحياة إنها شجرة تخيلها دارون من أن النباتات تطورت بهذه الطريقة ومن أن الحيوانات تطورت بهذه الطريقة فتخيل شجرة تعرف بشجرة الحياة لأنه يبدأ من خلية واحدة حيث بدأت الحياة على الأرض بحسب تصوره وتصور الذين يؤمنون من أن الحياة هكذا نشأت وهكذا بدأت في هذا الكوكب حينما نشر كتابه هذا الذي بين يديه واطلع وآلاس على هذا فتواصل مع دارون ونشر معا من المنشورات التي تتحدث عن وحدة النظرية فيما بينهما دارون في الكتاب نفسه هذا في الفصل السادس الفصل السادس مشكلات النظرية يعترف بوجود مشكلات علمية ومشكلات بحثية لكن المشكلات هذه لا تعيقه في مسألة إيمانه بنظريته إلا أنه يتوقع في قادم الأيام أن يصل إلى أدلة جديدة أن تأخذه التحقيقات إلى الغاية التي يريد الوصول إليها من أن يثبت النظرية بكل تفاصيلها ومن أنها تكون النظرية الحاكمة في الأجواء العلمية فعلا في زماننا في الجامعات الكبيرة في المراكز العلمية المهمة في الدوريات في الدوريات العلمية التي تعتبر المصادر العلمية الرصينة المعاصرة وفي المؤتمرات العلمية العالمية فإن نظرية التطور هي الحاكمة والذي يعارضها سيكون مرفوضا علميا الجو الجو العلمي العالمي الذي له الحكومة في الساحة العلمية يتبنى هذه النظرية قطعا النظرية في زماننا تطورت والعلماء المختصون بها وجدوا أدلة جديدة ووجدوا الكثير من الشواهد التي تؤيد هذه النظرية إلى الحد الذي يقولون من أن داروين لو رجع إلى الحياة لوجد أن نظريته قد تبدلت وتغيرت ربما لا يعرف نظريته قطعا الكلام ليس هكذا لكنهم يريدون أن يقولوا من أن نظرية داروين قد تطورت وتطورت ومن أننا وجدنا أدلة أقوى من الأدلة التي استدل بها داروين نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي من الكتب المهمة التي تناولت في دراستها شخصية داروين وهو صاحب النظرية الكتاب مترجم إلى العربية الجانب المظلم لتشارلس داروين تحليل نقدي لأحد أيقونات العلم جيري برجمان هذه الطبعة طبعة مركز تبصير إنها الطبعة الأولى القناطر الخيرية مصر العربية المؤلف تتبع كتب داروين وتتبع الذين كتبوا عن داروين من أنصاره من القريبين منه في الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب كتب داروين بتأريخ 23 أبريل 1829 الكلمات المؤثرة التالية إلى ابن عمه لتعزيته في فقدان أخته المتوفاة حديثا ماذا كتب داروين سنة 1829 أنا متأكد أنك تدرك جيدا أين تجد المواسات إنها في الراحة النقية الأبدية كما يقول الكتاب المقدس هذا هذا من بقايا ثقافته الأسرية متى ولد ولد سنة 1809 ميلادي هذه الكتابة متى كتبها سنة 1829 ميلادي كان في العشرين من عمره لا زال في مقتبل الشباب وعندما توفيت ابنته المحبوبة التي كان يحبها كثيرا أنا عام 1851 أي بعد 22 عاما من تاريخ الخطاب أعلى الذي قرأته عليكم لم يشر دارون إلى المواسات والعزاء الموجود في الكتاب المقدس بل أشار إلى اليأس بقوله لا توجد حياة بعد القبر لقد ذهبت أنا إلى الأبد انتهت لا توجد حياة بعد القبر لقد ذهبت أنا إلى الأبد كتب دارون في 29 أبريل 1951 عن ابنته أنا بقوله لقد عانت كثيرا عزاؤنا الوحيد أن حياتها القصيرة كانت سعيدة وأضاف لقد فقدنا فرحة المنزل وسلوان شيخوختنا بعد عامين من موت أنا كتب دارون في عشر أغسطس 1853 إلى صديق مقرب وهو ابن عمه القص فوكس الذي كان أيضا قد فقد طفله يقول الوقت يخفف وينسي مشاعر الصادقة وأسفي الوقت يخفف وينسي إنه يتحدث عن تجربته حينما فقد ابنته المحبوبة لديه أنا هذه لقطات تخبرنا عن الحالة النفسية التي كان عليها دارون متى نشر كتابه نشر كتابه سنة 1859 ميلادي هذا الكلام الأخير متى كان سنة 1853 نشر كتابه سنة 1859 بعد أن سمع بأن والاس يبحث في الموضوع نفسه وقد وصل إلى بعض النتائج وكان ذلك في سنة 1858 من الأمور الواضحة في مؤلفات دارون عدم احترامه للمرأة وهو يعتقد بأن المرأة بحسب نظرية التطور من أنها كائن متخلف ومن أن الرجل يفوقها كثيرا وهذا الأمر يصر عليه إصرارا شديدا ولذا فإن الذين يكتبون من النساء أو من الرجال في الفكر النسوي يحملون عليه حملة شديدة ويرفضونه رفضا قاطعا لأنه يضع المرأة في مكان تكون فيه كائنا متخلفا كائنا غبيا هذا هو الذي يتبناه ويعتبره جزءا من نظرية تطوره تعريف إجمالي بصاحب النظرية وبعدها سأنتقل لذكر الأدلة التي يعتمدها أنصار نظرية التطور في زماننا البعض من هذه الأدلة اعتمدها دارون وهناك أشياء أضيفت أتحدث عن العناوين العام من الأدلة التي يستدلون بها على صحة نظرية التطور الأحفوريات دارون نفسه عثر على بعض هذه الأحفوريات الأحفوريات بقايا الهياكل العظمية لحيوانات لحيوانات منقرضة لحيوانات توجد الآن بنحو متطور هذه هي الأحفوريات دارون عثر على بعض الأحفوريات وجعلها دليلاً من الأدلة القوية التي اعتمدها في توثيق نظرية التطور ولكن من بعد دارون دارون توفي سنة 1882 ونحن الآن في سنة 2023 ما بين وفاة دارون وسنة 2023 لقد عثر العلماء المتخصصون على أحفوريات كثيرة جداً وسائل البحث الوسائل المختبرية كل شيء تغير في أجواء البحث العلمي تطورت العلوم تطوراً هائلاً عثروا على أحفوريات جديدة وعثروا على أحفوريات متنوعة لم يكن دارون يحلم أن يعثر عليها هذا النوع الأول من الأدلة الأحفوريات الحديث عنها يحتاج إلى تخصص يمكنكم أن تعود إلى الكتب المختصة يمكنكم أن تذهب إلى الشبكة العنكبوتية إلى المواقع المختصة بهذه الموضوعات الأحفوريات النوع الأول من أنواع الأدلة التي اعتمدها دارون وبعد ذلك اعتمدها العلماء الأحيائيون من بعده إلى يومنا هذا النوع الثاني من الأدلة دراسة عمليات التدجين إن كان في الحيوانات أو كان في النباتات هناك عمليات تدجين يدجنون ما بين الحيوانات لأجل إنتاج ما هو الأفضل وكذلك يدجنون ما بين النباتات لإنتاج ما هو الأفضل عمليات التدجين الحيواني والنباتي الدراسات والتحقيقات عبر التجريب وعبر المراقبة والمتابعة والملاحظة المحسوبة الدقيقة استطاعوا أن يوظف النتائج أن تكون أدلة أن تكون أدلة قوية لإثبات نظرية التطور النوع الثالث من الأدلة هناك هناك الأحفوريات وهناك التدجين الحيواني والنباتي والنباتي وهناك علم الجينوم وهو علم جديد إنها دراسة السلاسل الجينية علم الجينوم فتح فتحا عظيما عند العلماء لأجل إثبات نظرية التطور نذهب إلى فاصل حياكم الله قبل الفاصل كنت أحدثكم عن أنواع الأدلة التي يستدل بها العلماء المتخصصون على صحة نظرية التطور الأحفوريات النتائج المستخرجة من عمليات التدجين الحيواني والنباتي الأحفوريات منها أحفوريات حيوانية ومنها أحفوريات نباتية والتدجين كذلك ثم يأتي علم الجينوم إنها سلاسل الجينات الوراثية وبعد ذلك يأتينا التشريح إنه التشريح المقارن التشريح المقارن المقارن النتيجة واحدة عملية مقارنة فيما بين النتائج التشريحية لمختلف الكائنات الحية التي تخضع للتشريح العلمي هذه العناوين المهمة لأنواع الأدلة التي تعتمد لإثبات نظرية التطور وهي نظرية حاكمة في الأجواء العلمية كما ذكرت ذلك قبل قليل لكم الفكرة الإجمالية لنظرية التطور الفكرة الإجمالية من أن الكرة الأرضية انفصلت عن الشمس بعد حوادث الانفجار وما تلا الانفجار من فوضى ومن انتظام بعد تلك الفوضى فانفصلت الأرض عن الشمس وكانت شعلة نارية إلى أن انطفأت النار وصارت الأرض باردة وتولد الماء فيها كل هذا يجري من دون فاعل قطعا هكذا حصل الانفجار الكبير وهكذا كانت الفوضى في البداية ثم الانتظام ثم اقتطعت الأرض من الشمس وكانت شعلة نارية انطفأت النار صارت الأرض باردة تولد الماء وهكذا شيئا فشيئا التفاعلات فيما بين الماء والغازات التي تولدت حول الأرض الهيدروجين النتروجين الهليوم إلى غيرها تولدت الحوامض الأمينية إنها بداية الحياة وبداية تكوين البروتين الحوامض الأمينية حتى امتلأت المياه بالحوامض الأمينية وتولدت بعد ذلك المواد العضوية وامتزجت بتلك الحوامض فتشكل الحساء الخلقي ومن هذا الحساء تولدت الخلية الحية الأولى هكذا تولدت بطفرة من الطفرات هذه الخلية الأولى هي التي انطلق منها دارون ليؤسس شجرة الحياة فكانت المخلوقات الأميبية وتطورت شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى الإنسان من الخلية التي وجدت هكذا وكانت الحياة فيها تكونت الأميبة ومن الأميبة تطورت الحياة والكائنات فكانت النباتات وكانت الحيوانات إلى أن وصلنا إلى الإنسان وهذا التطور إنما حدث عبر ملايين السنين حينما تقول نظرية التطور من أن الإنسان جاء من أصول حيوانية سابقة جاء من القروض لا تقصد النظرية من أن قردا وقردة مارس العملية الجنسية ونتج من ذلك إنسان إنما هي عملية تطور بطيئة وبطيئة جدا يضربون أمثلة هناك مثال عملي واقعي حقيقي لما بدأت الثورة الصناعية في أوروبا وفي أمريكا المناطق التي انتشرت فيها المعامل الصناعية وكانت فيها أشجار جذوعها أغصانها بيضاء هناك نوع من الفراشات لونها اللون الأبيض فكانت تحتمي من الطيور بلونها حينما تستقر على تلك الأشجار الأشجار لونها أبيض الفراشات لونها أبيض فكانت تنام تستقر تحتمي بلونها وبلون الأشجار فلا تستطيع الطيور أن تميزها بسبب التلوث الصناعي فإن الأشجار البيضاء تلوثت بالأبخرة والأدخنة بالملوثات الصناعية فصارت سوداء فحينما كانت تستقر الفراشات البيضاء على تلك الأشجار التي اسود لونها بعد أن كانت بيضاء كانت الطيور تصطادها بسهولة شجرة سوداء وعليها فراشة بيضاء شيئا فشيئا الفراشات تغير لونها فبعض الفراش صار لونه أسود هذه حقيقة وبعض الفراش بقي لونه أبيض الفراشات البيضاء أكلت وانتهى نسلها الفراشات السوداء بقيت واستمر نسلها هذه العملية لا تحتاج إلى مدة زمانية طويلة في التطور إنها عملية تكيف عملية تكيف حينما يتحدثون عن أن الموطنة الأصلية للإنسان أفريقيا من أن الأجيال الإنسانية القديمة نشأت في أفريقيا الأحفوريات والآثار والأبحاث هي التي تشير إلى ذلك هاجر هؤلاء إلى بلاد أوروبا الذين في أفريقيا يحتاجون إلى البشرة السوداء بسبب قوة سطوع الشمس وبسبب ارتفاع درجات الحرارة البشرة السوداء تتناسب مع هذه البيئة فانتقلوا إلى بلاد أوروبا الباردة فتغير لون البشرة إذا نظرنا إلى الشعوب التي تعيش على سواحل البحر المتوسط من جهة أوروبا إيطاليا مثلا اليونان جنوب فرنسا إسبانيا ومعها البرتغال هذه الدول التي تقع في جنوب أوروبا ويضاف إليها قبرص وبقية الجزر الأخرى في البحر المتوسط التي تحسب على أوروبا وحتى شمال تركيا البشرة هنا لا هي سوداء ولا هي سمراء داكنة وإنما تكون البشرة سمراء فاتحة أو أنها بشرة حائرة البشرة الحائرة هي التي تكون حائرة بين البشرة البيضاء والبشرة السمراء يقال لها البشرة الحائرة بشرة الناس في هذه المناطق إما إما أن تكون بشرة سمراء فاتحة أو أنها بشرة حائرة ما بين البيضاء والسمراء لكن إذا ما صعدنا إلى الدول التي تقع في وسط أوروبا فإن البشرة ستكون بيضاء وإذا ما صعدنا إلى الدول الإسكندنافية فإن البيضة سيكون شديدا جدا إذا ذهبنا إلى فنلندا مثلا أو إلى شمال السويد أو إلى النرويج البيض هناك يكون فاقعا جدا يكون شديدا جدا وهناك حاجة مستديمة في بلاد أوروبا الذين يعيشون في أوروبا يعرفون هذه القضية فيتامين دي الجميع هنا يحتاجونه خصوصا كبار السن كبار السن يحتاجونه الجميع هنا حتى من الشباب يحتاجونه وهذه قضية ترتبط بالبشرة وترتبط بأشعة الشمس وبدرجات الحرارة والبيئة التي يعيش الناس فيها هكذا هم يقولون الكلام منطقي الكلام منطقي الى سلسلة طويلة من مثل هذه المطالب وحينما يصل الكلام الى الجينات وإلى المادة الوراثية فإن الكلام يكون معقدا أكثر قلت لكم في بداية حديثي هذا الموضوع بحاجة إلى متخصصين يتحدثون في تفاصيل هذه النظرية العلمية المعقدة جداً حاولت أن أقرب لكم الفكرة عن نظرية التطور حدثتكم عن كتاب كتاب فكر الذي يعرف في الوسط الشيعي بكتاب التوحيد للمفضل ابن عمار وحدثتكم عن الموقف اتجاه نظرية التطور الذين يقبلون الذين يعارضون وحدثتكم عن سخف رجال الدين وهم يتحدثون في موضوع ليس من اختصاصهم ويناقشون الموضوع باسلوب كلامي سخيف وحدثتكم عن داروين عن شيء من خصوصيات داروين وحدثتكم كذلك عن انواع الادلة التي يستدلون بها المتخصصون في هذا المجال على صحة نظرية التطور وشرحت لكم بنحو اجمالي المراد من مضمون نظرية التطور مع ما ذكرت لكم من امثلة توضيحية ساكتفي بهذا فيما يرتبط بشؤون نظرية التطور اما ما يرتبط بحديث العترة الطاهرة بخصوص هذا الموضوع فهذا ما ساتركه لحلقة يوم غد ان شاء الله تعالى بهذا تنتهي حلقتنا نلتقي غدا اسألكم الدعاء جميعا في امان الله اشتركوا في القناة